موسيقى النشرة المسائية اهلا بكم على طريقة المودع عبدالله الساعي الذي نجح قبل عدة اشهر بانتزاع وديعته من احد مصارف البقاع بقوة السلاح تكرر المشهد اليوم في فيدرالبانك في الحمرة حيث اختار باسم الشيخ الحسين اللجوء الى قوة السلاح كاخر وسيلة متبقية لعلاج والده في المستشفى فهل حلت شريعة اخذ الحق باليد او شريعة الغاب محل القوانين المراعية في ربنان بعد غياب القضاء وتعصف السلطات المعنية الجواب طبعا ليس بحوزة من جاع او من انكشف على الامراض او الحاجة او على غياب الامن بل في عهدة المصارف ومن خلفها السلطات النقدية والمالية والسياسية والحزبية المسؤولة عن الانهيار الكارثي صحيح ان عملية الاحتجاز انتهت دون اي اصابة مع تزديد جزءا من وديعة الشيخ حسين الذي جرى توقفه على ذمة التحقيق الا ان السؤال الطبيعي هو متى واين ستكون عملية الاحتجاز المماثلة ومن سينطفض لحقه المسلوب طالما الا حلول لهذه المعضلة الوطنية في الافق معيشيا ايضا من جديد ينجو لبنان من العتمة الكاملة التي كانت تهدده اواخر ااب الحالي بفضل تجاوب حكومة العراق مع طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القاضي بتمديد تزويد لبنان بالفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان بمعنى اخر فان التغذية ستؤمن بمعدل ساعتين الى اربع ساعات باقصى حد واذا كانت رياق العراق غير كافا فان العلاج بالغاز المصري يبدو بعيد المنال طالما يربطه البنك الدولي بخطوات اصلاحية من بينها تعيين هيئة نظمة للكهرباء اما سياسيا فالانظار الى كليمونسو حيث يلتقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلات وفدا من حزب الله ضم كل من المعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن مصر الله حسين الخليل ومسؤول وحدة التنصيق والارتباط وفيق صفا هذا اللقاء يأتي بعد مبادرة الانفتاح التي لحزب الله التي اطلقها جنبلات اخيرا مع ما سينتج عن اللقاء من مواقف متعلقة بالملفات الحساسة كموضوع الترسيم والثروة النفطية والاستحقاق الرئاسي وخلافه علما ان جنبلات رفض الافصاح عما تناوله اللقاء تحديدا لكنه قال تركنا النقاط الخلافية جانبا وبحثنا قضايتهم المواطن وفي الحديث عن الترسيم فان الحرب الاسرائيلية على غزة اخرت مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بحسب ما اعلنه نائب رئيس مجلس النواب اليوم واضاف ان الامل بانجازه قبل شهر ايلول الحفاظ على الاستقرار الا ان اجواء مستقات من زيارة اموس هوكشتاين لتل ابيب اوضحت بان هوكشتاين امضى ثلاثة ايام في اسرائيل لبحث ملف الترسيم الا ان هذا الملف تراجع الاهتمام به نظرا للاحداث في غزة اذا بداية النشرة من حادثة المصرف في الحمرة حيث انتهى نحاء نهار الاحتجاز الطويل ومن هناك ينضم الينا الزميل لؤاي فلحة يأتيك العافية لؤاي الله يعافيك كاتيا نعم لؤاي اذا مثلا هو نهار طويل انتهى اليوم انتهى اليوم بطريقة ايجابية نوعا ما مع خروج الموظفين سالمين واخذ الشخص الذي قام باحتجاز الموظفين كرهائن برفقة القوى الامنية اذا نهار بدأ صباحا باحتجاز بسام الشيخ حسين الموظفين كرهائن وطلبه من ازبائن مغادرة البنك استمرت العمالية ساعات طويلة مفاوضات طويلة استغرقتها القوى الامنية واقرباء بسام الشيخ حسين من اجل الوصول الى الصيغة المطلوبة وهي خروج الموظفين سالمين وبالفعل عند الساعة السادسة والنصف تقريبا خرج بسام برفقة القوى الامنية في حين خرج الموظفون سالمين وبالتالي لينتهي هذا النهار الحافل هنا في شارع عبدالعزيز الاجواء عادت الى طبيعتها نوعا ما بعد ان كان الجيش والقوى الامنية اقفلت هذا الطريق واقامت حواجز وشددت الاجراءات الامنية بعد حادثة البنك الان الامور عادت الى طبيعتها الشوارح فتحت من جديد وبالتالي يمكن القول ان هذه العملية انتهت لكن هذا الامر يطرح العليب من الاسئلة حول قضية الموضعين من يضمن ان لا تحدث هكذا حادثة في فرع اخر او في منطقة اخرى وهذا الامر بطبيعة الحال مرضبط بقضية الموضعين الاجواء كاتيا كما ترين هي هادئة اذا المفاوضات نجحت في اخراج الموظفين الذين بقوا لساعات طويلة كما ترون خلف البنك الان الاوضاع عادت الى طبيعتها بعد ان كانت الجماهير احتشدت داعمة للشخص الذي احتجز الموظفين وداعمة قضية الموضعين نعم كاتيا اذا شكرا لقائي لكل هذه المعلومات في كلمة الصور لقاء منتظر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووافد من حزب الله جاء بناء على مبادرة اطلقها جنبلاط تباعد او تباعد بين الطرفين بلغ ذروته ابان الانتخابات النيابية الاخيرة وبعد اللقاء قال جنبلاط اننا تحدثنا عن النقاط التي يمكن معالجتها ايضا يمكن معالجتها وهذه فرصة والحوار قد يستكمل لاحقا ولكن هذه الامور التي بحثنا فيها هي تستكمل الوصول لحد الادنى من التوافق حول امور بديهية تهم المواطن لافتا الى ان هناك نقاط مختلفة بيننا وضعناها جانبا من جهته قال الخليل ان الاختلاف السياسي لا يفسد بالوضي قضية وربما هناك عنوين سياسية كبيرة عليها خلاف لكن هذا لا يعني ان لا يتناقش اللبنانيون ويضعون النقاط الاستراتيجية الكبيرة على الطاولة ومناقشتها وهناك مساحة مشتركة يستطيع اللبنانيون فيها ان يتناقشوا لان يصلوا الى نتيجة بقواسم مشتركة خواسم مشتركة ويضعون النقاط استراتيجية كما ذكرنا الكبير على الطاولة ومناقشتها وهناك مساحة مشتركة يستطيع اللبنانيون ان يتناقشوا بها لان يصلوا الى نتيجة لا شك ولا ريبة بان الجلسات مفتوحة مع وليد بيك وزير الاعلام اذا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زيادة المكاري اوضح حقيقة ما اثير حول حصول لبنان على موافقة مبدئية لنقل المونديال عبر شاشة تليفزيون لبنان واكد ان لا جواب حتى الساعة ولكن الامور ايجابية معني الوزير مؤخرا زرت مع وزير السياحة دولة قطر وانتشر خبر حصول لبنان على الموافقة المبدئية لنقل المونديال عبر تليفزيون لبنان رغم التوضيح الصادر عن مكتبكم هناك اخذ ورد بعض الموضوع شو حقيقة هذه الموافقة اول شي مرسي لتليفزيون لبنان والله اويكم نحنا رحنا انا ومعيلي وزير السياحة استيز وليد نصار موفدين من فخامة رئيس الجمهورية وحاملين رسالة لسمو الأمير شيخ تميم على قطر اجتمعنا هونيكي مع رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة وكان الاجتماع كتير منيح وكتير ايجابي سلمنا الرسالة طبعا هو اللي حيسلم بيدوره لسمو الأمير وحكينا عن العلاقات بين لبنان وقطر والمساعدات اللي دايماً قطر عم تعطيها للبنان مشكورة وتطرقنا كمان لموضوع امكانية نقل مباريات المونديال لقطر 2022 عبر تلفزيون لبنان لأنه اللبنانيين يتسنق يحضروا هالمباريات بيبلاش على البث الأرضي بقى يلي صار انه اوكي كان الجو ايجابي بس طبعا ما في جواب بعد يعني بارح طلعت طلع خبر على وسائل الاعلام انه اخدنا موافقة بالحقيقة لا ما اخدنا موافقة نحنا متأمل ناخد موافقة وهيدي شغلة بتكون كتير منيحة لكل اللبنانيين يعني بهيدي الظروف الصعبة والعصيبية اللي ما حدا يمكن حتى بيقدر انه يشترك بديشات او بكيبلز او كل هيدا كل هيدا الشيء نعم فنتأمل خيرا وهيدا الامر بس يحصل طبعا نحن نحكي قدام كل الناس وبكل صراحة واذا ما حصل كمان لحنقول الحقيقة مثل ما هي بالعكس في شافافية تامي بالموعد يعني ل الاعلان عن الموافقة او عدم الموافقة نعم بالحقيقة نحن بالانتظار نحن بالانتظار انه يجاوب الفريق القطري يجاوبنا هلا في شعالة تانية كمان انه نحن بوجودنا هونيكي رحنا زرنا المؤسسة القطرية للاعناني يعني الشيخ حمد بن تامر التاني وكمان اتناقشنا بامكانية تعاون بين وسائل اعلام لبنانية وتلفزيون لبنان وتلفزيون وتلفزيونيات القطرية مثل ما بتعرفي هني صاروا متقدمين جدا بالتقنيات وبالحداثي هونيكي ونحن بهمنا انه نتعاون معهم هني ابدو كل اهتمام وابدو اهتمام كمان انه يزورونا بلبنان ونحن نرجع نعمل زيارات وهذا شي عم بيتحضر وامر كتير ايجابي للبلدان خليني اقول نعم بشأن الرسالة اللي نقلت حضرتك معه لوزير السياحة هنا نعلم شو طبيعة هذه الرسالة هل هي سياسية السياحية يعني فيه طبيعة على رسالة نقلتها من قبل رئيس الجمهورية الى المسؤولين في قطر يعني بتحفز اني احكي عن هالموضوع بتسمحي لي هيدا أمر يتعلق بين الرئيسين الرئيس عون وسموه الأمير بكطر انا بس قلتلك شو صار بالاجتماعات تبعنا وبرجع بأكد انه لمسنا كتير ايجابية من الجانب الكطري وعندنا النوية الكتير منيحة وكتير صادقة تجاه لبنان يعني شعب بيحبنا وفي كتير لبنانيين هونيك هني كتير عطيوا لكطر وفي النتيجة كمان كطر عطتنا عطتنا الكثير الكثير ومنظل نتوقع كمان انه بهذه الظروف الصعبة انه يظلوا وقفين الى جانبنا الاخوة العرب وبشكل خاص الكطريين وفي الاطار تعليقا على التقارير الاعلامية الاخيرة الصادرة من قبل بعض الوسائل الاعلامية في لبنان والتي تشير الى بث بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 مجانا المتحدث باسم مجموعة البيان الاعلامية نفى الخبر واوضح ان مجموعة البيان الاعلامية وقناتها الرياضية الرائدة بيان سبورت والناقل الرسمي للبطولة وصاحبة الحقوق حقوق البث الحصرية ضمن نطاق الشرق الاوسط وشمال افريقيا بما في ذلك لبنان باعتباره احد البلدان الرئيسية لها تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيل كما تؤكد انها تتطلع قدما الى تقديم تغطية استثنائية لهذا الحدث العالمي المرموق وتوفير تجربة مشاهدة او مشاهدة فريدة لكافة المشاهدين في لبنان وفي جميع انحاء العالم اذا في قليمونسو اللقاء المنتظر بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلاط وبين وفد من حزب الله وهذا اللقاء جاء بناء على مبادرة كان قد اطلقها وجونبلاط وذلك في قليمونسو جونبلاط كان تحدث عن النقاط التي يمكن معالجتها فيما يتعلق بالاقتصاد والانماء اطلق اهالي ضحايا فوج اطفاء بيروت في مؤتمرين صحفي عقد في نادي الصحافة عريضة الالكترونية لدعمهم بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية تحت عنوان العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت واشار وليام نون في بيان الى ان الاهالي زاروا يوم الجمعة الماضي مقر الامم المتحدة والسفارات الفرنسية والبريطانية والامريكية والروسية على ان يزوروا السفارة الصينية لاحقا وتم تسليمهم رسالة الرسالة التي اعلن عنها في تحرك اربع ااب اذا لم يعد التحقيق او اذا لم يعد التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال تسعين يوما واوضح نون ان الرسالة تتضمن مطلبين الاول هو لجنة تقصي حقائق دولية والثاني دعم الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني لهذه اللجنة ووضع الملف والوثائق التي توصل اليها المحقق العدي القاضي طارق بطار لجنة تستكمل لجنة لتستكمل التحقيق ولتصدر القرار الظني اعلن النائب اشرفي في ان الغواصة التي تبرع افراد من الجانية اللبنانية في استراليا بتأمين تكاليف شحنها الى طرابلوس لسحب بقايا زورق الموت الذي غرق منذ اكثر من شهر قبلة طرابلوس وانتشال جثث الضحايا الموجودين في داخله غادرت يوم سبع اب من مرفأ اسبانيا وستصل الى بيروت في السابع عشر من اب الحالي واضاف انها ستنقل بعد يوم او يومين الى طرابلوس لتبدأ بتنفيذ مهمتها وعن كلفة عمل الغواصة لمدة اسبوع قال انها تبلغ 251 الف يورو اضافة الى نحو 50 الف دولار امريكي كتكاليف اقامة طاقم الغواصة والفريق المسؤول عن ارشفة المهم صدر عن قيادة الجيش مدرية التوجيه بيان اوضحت فيه انه اثناء تنفيذ مهمة امنية مقابل شاطئ السعديات اندلع حريق في خافرة تابعة للقوات البحرية وعلى الفور تدخل الطوافة من القوات الجوية ومراكب من القوات البحرية وعناصر الدفاع المدني الذين عملوا على اخلاء طاقم الخافرة دون وقوع اصابات بينهم فيما يتم العمل لاخماد الحريق المندلع في الخافرة المذكورة نتابع النشرة بعد الفصل عودة لمتابعة النشرة بوصعب من بعبدة يصحح الانباء المتداولة حول ملف الترسيم ويقول ان التحقيق بانفجار المرفأ قد يأخذ مجراه من جديد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية حضر في لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي اكد ان ما يصدر في الاعلام من معلومات متعلقة بملف الترسيم مخالف للموقف الرسمي الذي تبلغه لبنان حول الموضوع لفتا الى ان الوقت امام المفاوضات ليس مفتوحا الى ما لا نهاية فكلما اقتربنا من شهر ايلول يزداد الوقت حرجا في هذا الملف وفيما تشف بوصعب انه فاهم من رئيس الجمهورية انه قد شارف على الانتهاء من دراسة قانون السرية المصرفية المرفوع اليه من المجلس النيابي وسيوقع عليه في وقت قريب وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت اكد انتظار ما سيصدر عن مجلس القضاء الاعلى بموضوع محكمة التمييز اليوم او بكرة مفروض نحن نسمع جواب من المجلس الاعلى للقضاء المجلس الاعلى للقضاء اليوم في عنده مرسوم استردوا وزير العدل من وزير المال وبعتوا للمجلس الاعلى للقضاء لحتى يرجع يرفع تشكيله وفق المرسوم اللي هو بيقول قد يكون هناك 11 رئيس غرفة ورئيس اول واحد بما معناه من 12 شخص مؤلف من 12 شخص اللي بيألفوا الهيئة العامة جواب المجلس الاعلى للقضاء بين اليوم وبكرة هو بيحدد المرحلة القادمة اذا طلع المرسوم بتوازن في 12 عضو نحن ما بنعرف مين بده يكلفه مين بده يعينه من هن الأشخاص لأنه هيدا استقلالية القضاء اللي بنحكى عنه نحن بنحترمه ولكن اللي ما بنتفهمه وان شاء الله ما يصير انه ما يطلع قرار او ما يطلع مرسوم جديد ساعتها بدنا نسأل بصير في علامات استفهام انه مين المعرقل ولا اي سبب الرئيس عن تناولة مع وزير المهجرين عصام شرف الدين موضوع النازحين السوريين في لبنان وزيارة الوزير المرتقبة الى سوريا اواخر الاسبوع الجاري بكفي انه نحط القطار على السكة تنوصل لبرى الامان مهم نبدأ بشي نحن عرضنا الفكرة كانت فكرتنا كوزارة المهجرين وحضيت بموافقة الرؤساء وحضيت بموافقة مجلس الوزراء انه 15 الف شهريا بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للدولة السورية نحن بديهم يرجعوا عودة امنة وكريمة وهي الفكرة بتعتمد مبدأ العودة على القرى على نفس البيع اللي ايجوا منها والضواحي اللي ايجوا منها وفي قصر بعبد وفد من الجامعة لبنانية الثقافية في العالم وجه الى الرئيس عن دعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الاخترابي الاول من اجل لبنان وكرم الرئيس عن كلا من البطل الرياضية ريتة ابو جودي وساندرا سكر رئيس مجلس النواب نبيه بر التقى في عين التيني سفراء الأوروغوي كارلوس جيتو والبريطاني هامش كاول في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليهما مهامهما الدبلوماسية في لبنان الرئيس بر اتصل بالسيد تيسير قصير مقدم للتعازي بوفاة والدته الحاجة فوزية محمود حمزة والدة فاتح عهد الاستشهاديين الاستشهادي احمد قصير اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان الحكومة العراقية برئاسة مصطفى القادمي وافقت على الطلب الذي تقدم به الرئيس ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان ولاحقا ابلغ رئيس الحكومة العراقية مصطفى القادمي المدير العام للامن العام الليواء عباس إبراهيم بإضافة مليون طن من الفيول كمساعدة للبنان وقد شكر الرئيس ميقاتي الحكومة العراقية والسيد قادمي شخصيا على اهتمامهم بلبنان وعلى دعمهم لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها مؤكدا ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا التقى البطريارك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي في الديمان رئيسة منظمة الدفاع عن المسيحيين اي دي سي طانيا خوري التي ناقشت مواضيع تتعلق بالولايات المتحدة وأهمية حياة لبنان واهتمام المجتمع الدولي بما يحدث وجرت تجديد على العمل لمنع الفراغ في سدة الرئاسة وعلى أهمية انتخاب رئيسا ماروني يركز على بشروع كيفية أخراج لبنان من هذا المأزق خوري أكدت العمل على توفير الأسباب التي تسمح للشباب المسيحي بالبقاء في لبنان مؤكدة أنها ستنقل مشاهداتها مع كل ما رأته شخصيا إلى الولايات المتحدة في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع السفيرة الأمريكية دوريثي شاي وجرى عرض لتطورات السياسية في لبنان والمنطقة وبحسب البيان فقد اطلعت شاي رئيس القوات على المستجدات التي يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وناقشا ملف استجرار الطاقة من مصر بحيث تبين أن هذا الأخير متوقف اليوم عند مطلع تشكيل الهيئة النظمة من قبل البنك الدولي وهو أمر لم تحرس فيه الحكومة أي تقدم حتى الساعة مما يحرم اللبنانيين من الكهرباء ويبقيهم في الظلمة وقد شدد جعجع على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة وضمان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستورية كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد لفتت في بيان إلى أنه ترقب باهتمام مسار مسألة الترسيم لحدود لبنان البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة وحقول الغاز الواقعة ضمن السيادة اللبنانية كما الكتلة الفعالة من أجل تكريس حق لبنان السيادية كما تؤكد أن الوقت ليس مفصوحا أمام الصهاين لإنهاء هذا المسألة تدعو الكتلة جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني في لبنان إلى تحسس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية وإلى عدم تضييع الوقت إزاء المساعي التي ينبغي أن تنشط بشكل جدي ملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومؤهلة فعلا للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الدستورية والوطنية والنهوض بأعباء البلاد خصوصا أن الأزمات بلغت مبلغها على المستويات كافة سيما أزمة التعليم ونحن على أبواب عام دراسي جديد مهدد وقلق أكد سفير البابوي المونسيريون جوسيف سيباتيري اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان ومتابعة أوضاعه وشدد خلال زيارته الرابطة المارونية أن الفاتيكا ما زال يراهن على رسالة لبنان التعددية وأوضح أن الغرب والأمم المتحية أبدايا تفهما لموقف لبنان من مسألة عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة كما والفت إلى أن زيارة البابا للبنان ما زالت واردة وسيعلن عنها عندما يرى الفاتيكا أن توقيتها مفيد للبنان وتعليقا على الحياد الناشط الذي طرحه البطريارك الماروني أكد السفير البابوي أن الموضوع على طاولة البحث مع الدول المعنية وقد تتغير تسمية لكن النتيجة وجه النائب رازي الحاج سؤالا إلى الحكومة عبر مجلس النواب عن موضوع إعادة هيكلة الإدارة العامة وإجراء المسح والتوصيف الوظيفي الشامل وموضوع إلغاء بعض المؤسسات والمصالح العامة ودمجها ولجة حقوق الإنسان بحثت في تعديل قانون المخدرات كلنا بنعرف أنه الرواتب والأجور كانت تشكل قبل الأزمة أكثر من 40% من نفقات الموازنة لهيك في 2018 لما أقر رفع الرواتب والأجور ضمن سلسة الرتب والرواتب تم الطلب من الحكومة إجراء مسح شامل للإدارات العامة وإعادة وضع تصور لإعادة هيكلة الكطاع العام تعرفوا أدي الملكات أدي عدد الموظفين شو بحاجة الإدارات العامة اجتماع لجنة حول الإنسان نيابي اليوم حول دعوة كانت من أجل مناقشة تعديلات يجب إدخالها على قانون المخدرات لأخير 22 سنة وبالتالي كان لابد من إدخال بعض المفاهيم بالتجربة التي صارت بالفترة الماضية لابد من تعديلات على هذا القانون إضافة لمفاهيم جديدة مجتمعية بهذا الخصوص الهدف حماية المجتمع أو حماية من يغرر بهم من أنه يروحوا بالطريق الخطأ زار وفد من كتلة نواب الجمهورية القوية وزير الزراعة في حكومة تصريف العمال عباس الحاش حسن وتطرق البحث حول ملف تصدير إنتاج التفاح اللبناني والعنب وفي كيفية توسيع برنامج التصدير بالأسعار التي تناسب المزارع اللبناني كما تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع فوري لكل التجار المصدرين والمستوردين العاملين على الأراضي اللبنانية لوضع الأمور في نصابها إذ أنه لم يعد مسموحا أي متاجر أو احتكار أو لعبا في الوقت الضائع وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري التقى في مكتبه في الوزارة المستشار الإيراني الجديد الملحق الثقافي كاميل باقر زاد لينتقل بعدها لزيارة جريدة لوريون لجهور في الحازمية حيث جال على أقصانها وكان في استقباله في الحازمية المدير العام نيلة دوفريج المدير التنفيذي فؤاد خوري حل رؤساء التحرير والفريق الإعلامي العامل في الجريدة الوزير المكاري أشاد بالجريدة خليني والآخر موقع مقاوم للصحافة الفرانكوفونية ما بعرف سيجو مبرميد دير أنه الموينوريون ما بعرف جنسي با جنسي با جنسي با لا هلا نحن عم نحكي هلا عم نحكي هلا شو في صحافة فرنسية ما بعرف إذا فيه بحياتنا 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 بكل شيء أنتو بتريدوه أنتو بحاجة إلو أول شيء دي جا فيه مؤسسة عم توظف ناس والناس يلي عم بيشتغلوا هون أموام عم بيتركوا البلد يعني بقيين هون لأنه هيدا النزف هو يلي ممكن ينهي لبنان ماشي غير يعني نحنا نحنا بقينا هون بظروف كتير صعبة بس أصعب من هيد الظروف ما فيه فيها تكون الكريزي أكوناميكي كتير قوية على البلد بس يلي أصعب شيء هو الشباب والشبات يلي عم بيروحوا من هون يلي هيدا بيكسر القلب وبيكسر لبنان أطلقت الجامعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لأداء تقريرها النهائي لمراقبة الانتخابات النيابية للعام 2022 تحت عنوان تحديات تتخطى القانون موطقة المخالفات التي توزعت بين رشاة انتخابية تحت مسمى المساعدات وانعدام للمساواة في التغطية الإعلامية والعنف والتحريض واستغلال النفوذ من قبل السلطات المحلية والأحزاب المخالفات بلغت 2669 مخالفة تمكن مراقب لديه من رصدها وتوثيقها خلال عملهم وهي مذكورة بالتفصيل في التقرير النهائي الصفحة الرياضية مع الزميل داني حرب رح يبدأ مونديال قطر 2022 بالفوتبول قبل يوم مما كان متوقع لا يصير التاريخ 20 تشين تاني بدلا من 21 تشين تاني ورح تكون البداية مع حفل افتتاح رائع ثم باليوم التاني رح تلعب الدولة المضيفة قطر ضد ايكوادور على ان تصير ايضا بنفس اليوم مباراة سنغال والبلاد المنخفضة بالمجموعة الاولى ثم انجلترا ضد ايران بالمجموعة التانية توج ريال مدريد الاسباني بكأس السفر الاوروبية على حساب اينتراخت فرانكفورت الالماني بنتيجة 2 سفر بالعاصم الفلندية هلسينكي بفضل دافيد الابا وكارين بنزيمة لأصبحتين الهدفين التاريخيين بناد الملكة مع 324 هدف مع العلم انه كريستيان رونالدو معه 450 هدف تابع الاسترالياني جيرجيوس تقديم مستوى الجيد على كيفة الملاعب وهالمرة على الارض الكندية العشبية بكناديين اوبن لما فيز على الروس دانيل مدبداف المصنف الاول بموريال بنتيجة 6-7-6-4-6-2 لتكون المرة التانية اللي بيفوس فيها جيرجيوس على المصنف الاول على مستوى العالم بعد ما سبق انه فيز على الاسباني رفايل نادال بوينبلدون 2014 ورح يقابل الاسترالي بدورة 16 من المسابقة مواطنه اليكس دومينار وبمباراتين وبمحاولة عودة الامريكية سرينا وليامز لمستويها بعالم التانيس فما وجدت الامريكية الايقاع المناسب بدورة كناديين اوبن وسقطت امام السويسرية بليندا بينسيتش بسهولة بنتيجة 2-6-6-6 لا تخرج من يدورة ويأكد مستويها نمعات كما كان بسبق حطم الغطاس الفرنسي أرنو جغال 26 سنة رأم إيس بالغطس العميء ببهاماس لما نزل العميء 120 متر بظرف 3 دقايق و34 ثانية بدون أكسجان فصارت المرة السبعة اللي بحطم فيها جغال رأم الإيس وأصبحت المرة تانية بظرف أسبوع في ختام هذا النشر نذكر بأنه جرى مساء هذا اليوم سحب الانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 110 ملايين ليرة لبنانية الورقة التي تحمل الرقم 59033 بعد أن أعيد السحب إذن مبروك للرابحين شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة